بعده وبعد أحييكم جميعا بتحية الإسلام في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المحاضرة العاشرة في العقيدة الإسلامية والمذاهب المعاصرة المبحث الثالث البهائية والبابية أولا التعريف البهائية البهائية هي مذهب مصنوع من مزيج أخلاط من الدينات البوذية والبراهمية والوثنية والزارات الشتية واليهودية والمسيحية والإسلامية ومن اعتقادات الباطنية وهي حركة نبعت من المذهب الشيخي سنة 1260 تحت رعاية الاستعمار الروسي واليهودية العالمية والاستعمار الإنجليزي بهدف إفساد العقيدة الإسلامية وتفكيك وحدة المسلمين وصرفهم عن قضاياهم الإسلامية أو عن قضاياهم الأساسية البهائية هي منتهى أمد البابية فالبهائية هي النحلة اللقيطة للبابية وكلهما حركتان باطنيتان نشأت في إيران في النصف الأول من القرن الثامن عشر الميلادي بمباركة الاستعمار الروسي ومعاونة اليهودية العالمية وبرعاية الاستعمار الإنجليزي وجعيهم يتدعون على العقيدة الإسلامية لإفسادها وإثارة الفتن بين الإسلامين بغية تفكيك وحدتهم مما يضمن السيطرة السمارية على العالم الإسلامي البابية تنسب إلى الميرزة علي محمد الشيرازي البهائية تنسب إلى خليفته من بعده المدعو حسين علي ولما كانت البابية هي الحركة الأصل هي الحركة الأمة الأصل للبهائية فإذا نبدأ بالحديث عنها حول البابية وفيما يلي نعرض لتطواف موجز حول تأسيس ونشأة البابية مع عرض شيء من عقائلها وأفكارها كتقديمة للبهائية الوليدة غير الشرعية لها المؤسس يدعى علي بن محمد بن رضا الشيرازي ولد بالمدينة الفارسية الشيراز سنة 1235 لما بلغ السنة 25 دعا أنه الباب وأنه سكرتير وحاجب المهدي المنتظر والمتحدث الرسمي للمهدي المنتظر كسب عددا من الناس خاصة من بسطاء العقول والجهلة والجهلة بالإسلام من خلال ما يظهره لهم من الزهد والتقشف وكان كثيرا من يسمعهم الحديث المشور في أوساط الشيعة أنا مدينة العلم علي بابها واعتبر اليوم الذي ظهر فيه علي محمد الشيرازي دعوة البابية دعوا أنه يوم عيد سموه البابيون عيد المبعث وما زالوا حتى اليوم يقدسون ويحرمون العمل فيه من مزاعم الباب كانت لباب العديد من المزاعم التي استطاع من خلالها التأثير على بسطاء العقول والجهلة الإسلام من هذه المزاعم دعاؤه بأنه المهدي المنتظر لما وجد الباب مقاومة شريسة من العلماء لدعواه البابية وميل الجهلة من العوام إليه أعلن أنه المهدي المنتظر وزعم أن جسم المهدي اللطيف قد حل في جسمه المادي وأنه يظهر الآن ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعد ملئة ظلما وجورا زعم الباب عددا من المزاعم الأخرى لما جال الإطناب فيها ومنها على سبيل المثال تأويره القرآن حسب هواه وإنكار المعجزات والزعم بعدم ختم باب النبوة الأمر الثالث دعاء الباب للوحي والرسالة ادعى علي محمد الشرازي للرسالة وزعم أنه رسول من الله تعالى بل زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم زعم أنه محمد رسول الله وأن الوحي ينزل عليه من الله تعالى يقول أن له كتاب اسمه البيان وهذا الكتاب قد أشار القرآن إليه بقوله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان يقول فالإنسان محمد الذي تقمصه الباب والبيان هو الكتاب الذي ادعى أنه نزل عليه لما نظره العلماء وسألوه عن الرسالة التي جاء بها أجابهم بقوله إنني أنا المدعو إنني أنا المعهود إنني أنا الموعود وأنا الذي دعوتموه منذ ألف سنة تقومون عند سماع اسمه كنتم تشتقون لقائه إلى غير ذلك من خرافاته نهاية الباب استشعر الناس والعلماء خطورة الباب بمعتقاداته الكافرة فزعوا إلى والي شراز الشاه ناصر الدين طلبوه بإقامة الحد عليه وتخريص البلاد والعباد من ضلالاته وبعد ثبوت الحجة عليه أمر الشاه ناصر الدين بقتل الباب الشرازي ففي صباح يوم السابع والعشرين من شهر شعبان ألف وستمائتين وستة وستين نفذ عليه حكم الإعدام رميا بالرصاص عن عمر يناهز ثلاثين سنة سحب المسلمون جثته في الشوارع على سبيل النكاية بالكافر عدو الله وقد أخذ بعض أتباع جثته ونقلوها بعد فترة من الزمن إلى جبل الكرمل بحيفا من مدن فلسطين وهناك دفن حيث دفن عبد البهاء عباس ويقال أن الوحوش أكلتها فاحتج مشتهد الشيعة بذلك على فساد دعو الباب بأنه هو المهدي لأن المقررة عند الشيعة أن أجساد الأئمة الاثنى عشر محفوظة ومصونة من السباع والحشرات ولا يعتريها البلا فقابلهم أتباع الباب بأنهم اختطفوا الجثة بالليل ووضعوها داخل صندوق نقلوها من إذروبيجان إلى جهة مجهولة الأمر الثاني نشأت وأسباب ظهور البهائية سبقت البهائية قبل ظهورها إرهاصات تنظر بخروجها حيث ادعى الباب قبل إعدامه يبشر بنبي ورسول من بعده اسمه البهاء وبعد أن حاكمته الدولة العلية وعدمت قام من بعده رجل يدعى ميرز حسين علي المازراني المازراني ابن أحداء وزراء إيران أعلن في بغداد أنه الرسول المنتظر موعود كل الأزمنة يزعم رؤساء وروس البهائية في كل كتاباتهم أن الباب لما علم أنه سيعدم جمع مكتوباته وخاتمه ومقلمته في جعبة وأرسلها مع مفاتيحها بصحبة رجل يقال محمد باقر ليسلمها إلى ملة عبد الكريم القزويني في مدينة قم فلما وصلت الجعبة إلى ملة عبد الكريم أعلن أنه مأمور بإصالها إلى ميرز حسين علي وبسبب ذلك انتحل حسين علي اسم بها الله ونزع كبار البابيين مقام الرئاس عليهم ولكن أكثرهم وخصوصا في إيران لن يسلموا له وظلوا على بابيتهم ولمبالي حسين على ذلك وأصر على أن الباب كان كمحمد وعيسى وموسى عليهم الصلاة والسلام وإنما جاء ليبشر بالبهاء حسين علي وهذا هي مهمة جميع الأنبياء مما ساعده على نشر أباطيره الدعم الذي كان يتلقاه من أمريكا ومن اليهود ومن غيرهم من أعداء الإسلام لذلك هيأت اليهودية العالمية موعد ظهور بهاء الدين في السنة التاسع عشر من ظهور الباب في حديقة الرضوان وهؤلاء اختاروا مقره الأخير في عكة وقالوا أنه هذا المكان مهبط الوحي ووكرا لاجتماعي أقطاب هذه الحركة لتوجيه أتباعها وعقد الصفقات مع العملاء ظلت المنظمة اليهودية العالمية تدعو يهود إيران للدخول بشكل جبعي في تبعية البابية والبهائية قد استجاب يهود إيران لمشورة الماسونية اليهودية فدخل في هذه النحلة الجديدة مجموعة كبيرة من اليهود الإيرانيين ففي طهران دخل تقريبا 150 إيراني فيها مدان 100 في كاشان 50 يهودي وفي كيان كلبا كيان 85 يهودي بل قد دخل حبران من أحبار اليهود إلى البابية فيها مدان هم الحبر الياهو والحبر لازار لا بد أن نتعرف على مؤسس البهائية الميرزى حسين بن علي بن الميرزى بن عباس النوري ورد حسين في مازادران وفي رأي أنه ورد في طهران هنا خطأ عرف منذ نشأته أي الميرزى حسين ميله إلى علوم الصفية والشيعة والفلسفة اليونانية تأثر كثيرا بالفكر الصفصطائي وقد أظهر تفوقا في تلك العلوم كان يحضر مجالس العلماء واستفيدا ومناقشا ومجادلا لهم استطاع بثقافته الواسعة وقدرته على الجدل والتفلسف وبالمكر والحيلة أن يصبح في الوقع المنتاز بعد حلاك الباب الميرزى علي محمد تصدر الزعامة والخلافة أسسها مذهبا جديدا عرف باسمه البهائية استقر البهاء في عكة في فلسطين لقي فيها الحفا والترحيب بل أكثر من ذلك والرعاية والحماية والمساعدة من اليهود وإنجليز مكنوهم الاستمرار في دعوته طلب منه اليهود أن يتبرقع يلبس البرقعة حتى لا يرى وجهه منع من نشر صوره معانا في خلع الهيبة عليه لكن الله تعالى لم يمهله طويلا سلط عليه ما يسلبه عقله فقد التمييز والقدرة على التمييز بين الخير بين النار والنور والأسود والأبيض والحار والبارد صدرت عنه أقوار رديئة منفرة للعوام انحدر إلى رتبة الحيوانات حيث أصابه المرض والجنون مما اضطر ابنه العباس إلى حبسه حتى لا يراه الناس وصيب بالحمى الشوكية وفي عام 1892 هلك البهاء ودك فينا في قبر يسمى بيت البهجة في مدينة حيفا على سفح جبل كارمال بفرسطين وقد خلفه في القيام على هذا المذهب ابنه عباس أفندي المسمى عبد البهاء أهم الشخصيات البهائية أهم الشخصيات الميلز حسين علي الملقب بها الله المولود 1817 نازعه أخاه خلافة الباب وأعلن في بغداد وأعلن في بغداد أمام مريديه أنه المظهر الكامل أو المظهر الكامل الذي أشار إليه الباب وأنه رسول الله الذي حلت فيه الروح الإلهية لتنهي العمل الذي بشر به الباب امرأة تسمى قرة العين اسمها الحقيقي أم سلمة من أقوى الشخصيات الدينية في البهائية قامت بخطبة في مؤتمر تدعو إلى نسخ الشريعة المحمدية وإبطالها ترى أن الانشغال بالصلاة والصيام والزكاة وسائر ما أتي به محمد صلى الله عليه وسلم كله لغو وفعل باطل ولا يعمل به إلا كل غافل جاهل كما ذكرت أن الباب سيوحد جميع الأديان الموجودة حتى لا يبقى إلا دينه واحد وهو دينه الجديد وشرعه الحديث عباس أفندي المرقب بعبد البهاء ولد سنة 1844 نفسه أعلن فيه دعوة البام أوصى له والده البهاء بخلافته فكان ذا شخصية جادة لدرجة أن معظم المضيخين يقولون بأنه لو لا العباس لمقامة البابية والبهائية قائمة ويعتقد البهائيون أنه معصوم غير مشرع وكان يضفي على والده صفة ربوبية القادرة على الخلق أما أهم عقائد البهائية لم تختلف البهائية في عقائدها عن البابية كثيرا إلا أن الميرز حسين علي البهاء ادعى لنفسهم ادعاه الباب من قبيل أنه زاد على ذلك أنه ادعى الألوهية تدرج البهاء في مزعمه الباطلة تدرجا تصاعديا زعم في البداية أنه خليفة الباب ثم زعم أنه المهدي المتضار ثم ادعى النبوة ثم بعد مدة ادعى أنه إله على أساس أن الإله حل فيه كتب كتبا منها الأقدس زعم أنه وحي من الله أخذ يصف نفسه بصفات الله تعالى أنكرت البهائية أسماء الله تعالى وصفاته حيث استقرت عقيدة البهائيين كما قررها لهم البهاء حسين علي أن الله تعالى ليس له أسماء ولا صفات ولا أفعال وأن كل من يضاف إلى الله تعالى من أسماء وصفات وأفعال هي رموز لأشخاص ممتازين من البشر قديما وحديثا كذلك أول اليوم الآخر تأويلا باطنيا زعمت البهائية أن مجيء البهاء هو مجيء الساعة الكبرى وقيامة القيامة ورسالة البعث والانتماء إليه الجنة ومخالفة البهائية هي النار ادعى البهاء علم الغيب قام البهاء بإرسال الرسائل والكتب للحكام والملوك فيها يتحدث عن علمه الغيب ومعرفة بما سيحدث في المستقبل إنكار معجزات الأنبياء إلا ما جاء في عكة على حد زعمهم إنكار إعجاز القرآن إلا ما جاء في البشارة بالبهاء كما يزعمون ألغوا الجهاد في سبيل الله تعالى وألغوا النصوص التي جاء بها القرآن وصحيح السنة وفي دعوة البهائية لإلغاء الجهاد قضاء على روح الكفاح في الإسلام والاستسلام للمستعمرين وهذا يؤكد انتماؤهم للصهيونية العالمية نسب البهائيون إلى ربهم البهاء حسين علي كتبا مقدسة يؤمنون بها منها كتاب الأقدس وكتاب الإقان وقد اتخذت البهائية هذه الكتب دستورا دينيا لهم كالقرآن دفقوه تلفيقا ركيكا من آيات قرآنية وكلمات عامية بدلوا فيها أصول الإسلام وفروعة وادعوا فيها لأنفسهم النبوة والألوهية من تعاليم البهائية في التشريع والنظم الاجتماعية حاولوا يساوي بين المرأة والرجل خاصة في قضايا الاجتماعية فألغي تعدد الزوجات منع الطلاق إلا في حالة نادرة جدا إلا في حالات نادرة جدا إذا ما طلقت المرأة فلا أن تتزوج قبل أن تنتظر لقضاء العدة ساووا بين الرجل والمرأة في الميراث وفي كافة الحقوق حاربوا اللغة العربية الفصحى يقول البهاء في ألواحه يا قلم أعلى بدل اللغة الفصحى باللغة النورى إلغاء ما جاء به الإسلام من أحكام الحلال والحرام في البيوع والأطعمة وغيرها وإحلال العقل في الحكم محل الشر نابذ القيود الإسلامية والتحلل من القيم في الضابط الدينية المساوى بين الناس دون الالتفاة إلى الألواني والأجناسي والأديان الصوم يصوم البهائيون الشهر عندهم التسعة عشر والسنة عندهم تسعة عشر فهم يصومون في الشهر التاسع عشر عدد أيام تسعة عشر آخرها عيد النيروز الفارسي في واحد وعشرين مارس هذا يوم عيدهم يعفى من الصيام عندهم من كان دون البلو والمريض والطاعن في السن والمرأة الحامل والحائض والنفساء ولا قضاء على هؤلاء جميعا الصلاة يصلونها فرادا كل يصلي لوحده عدد ركعاتها تسعة ركعات أوقاتها ثلاثة حين الزوال وفي البكور وفي الآصال قبلتهم ليست الكعبة بل مدينة عكا في فلسطين حيث يرقد الهالك بهاء الله صلاة الميت تصلى جماعة لصلاتهم أدعية وترانيم خاصة يعفى عنها من يعفى من الصيام يسبق الصلاع الوضوء من فقد الوضوء فما له إلا أن يقول بسم الله الأطهر خمس مرات ثم يشرع في الصلاة الحج ليس الحج وقت معين الحج جاجوا يتجهون إلى الديار التي ورد فيها مؤسس الديانة البابية الميرزى علي محمد بمدينة الشراز أو إلى الدار التي نزل فيها بهاء الله حسين علي نشاط البابية ومراكز نفوذهم تقطن الغالبية العظمى من البهائيين في إيران وقليل منهم في العراق وسوريا ولبنان وفرسطين المحتلة حيث أن مقرهم الأساسي في فرسطين المحتلة لهم هدت محافل مركزية في أفريقيا في الحابشة في أغندا وغير ذلك لهم كذلك في جنوب أفريقيا لهم محافل بكاراتشي بموكستان لهم حضور في الدول الغربية في لندن في فيننا وكذلك في سيدني وغيرها في شيكاغو بالولايات المتحدة أكبر معبد لهم في شيكاغو يطلق عليه مشرق الأذكار منه تصدر مجلتهم تسمى مجلة نجم الغرب لهم مركز الأمريكي للعقيدة البائية لهم طافلة الشرق والغرب لهم حركات شبابية قامت على المدى البهائية تقريبا عددهم في أمريكا حوالي مليونين شخص لهم تقريبا ستمية جمعية استطاعت البهائية أن تتسلل إلى أرض الكنانة مصر وبعض الدول العربية وخاصة العراء ففي سنة 1960 أصدرت الحكومة المصرية قرارا بحل المحفل بهاي بالقاهرة لثبوته تعامل أعضائه بالتجسس لصالح إسرائيل تم اعتقال كثيرا منهم في عام 1972 في العراق أصدرت وزارة الداخلية قرارا بمنع النشاط البهائي لكن يبدو أنه لم تكن الحكومة جادة في تنفيذه وفي عام 1970 صدر قرار آخر لنفس القرار وهدد القرار في هذا باتخاذ الشدة والحزم في وقف النشاط البهائي البابية والبهائية في الميزان قرر المجمع الفقه بمكة المكرمة خروج البهائية والبابية عن شريعة الإسلام واعتبارها حربا عليه أي حربا على الإسلام وكفر أتباعهما كفرا بواحا لا تأويل فيه وأن المجمع لا يحذر المسلمين في جميع بقاع الأرض من هذه الفئة المجرمة الكافرة ويهيب بهم أن يقاوموها ويأخذوا حذرهم منها لا سيما أنها قد ثبتت مساندة دول الاستمارية لها لتمزيق الإسلام والمسلمين جاء في فتوة الأزهر القول بردة القوم في نص لفتوة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق في 1 صفر 1401 يقول البهائية أو البابية مذهب مصنوع من مزيج من أخلاط الديانات البودية والبراهماتية والوثنية والزارات التشتية واليهودية والمسيحية والإسلامية ومن اعتقادات الباطنة والبهائيون لا يؤمنون بالبعث بعد الموت ولا بالجنة ولا بالنار وهم بهذا لا يعترفون بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه ليس خاتم النبيين وبهذا ليسوا من المسلمين وقد أجمع المسلمون على أن العقيدة البهائية أو البابية ليست عقيدة إسلامية وأن من اعتنق هذا الدين ليس من المسلمين ومرتد عن دين الله هذا ما أردت أن أقوله فإن أصبت فمن الله وحده وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان